اهلا بكم مشاهدي الصحة والجمال وحلقة جديدة من برنامج مفاتيح الحياة هكون معاكم سلفانة الحارس والمدة نص ساعة كل يوم أربع من الساعة 12 ونص لوحدة دهر موضوع حلقتنا النهاردة موضوع شايد جدا وعليه حالة جدل كبيرة ما بين معارضين جدا وما بين مؤيدين جدا فحلقتنا هنعرف نعرف كل وجهات النظر وهنوصل كمان لحلول وأجوبة لأسئلة كتير حوالين الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة وهو الطاقة الطاقة باللغة العربية بنقول عليها الطاقة الحيوية أو الطاقة الحياة وعندنا بالهندية بتبقى اسمها البرانا باليابانية الكي بالسينية الشي بس في الآخر هي الطاقة الطاقة تعرفها بوجه عام هي القوة الخفية اللي بتحدث تأثير وهي من غير مرئية من غير ما نشوفها لكن الطاقة بقى الحيوية لما هنعرفها من خلال آية قرآنية اللي هي ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به والطاقة هنا معناها هي القوة الداخلية اللي بتخلينا عندنا حيوية ونشاط ان احنا نقدر نعمل كل حاجة او بتخلينا ما عندناش حيوية ولا نشاط بتخلينا تعبانين وكسلانين لما بتكون ضعيفة ونقدرش نعمل حاجة ولما بتنتهي خالص بيبقى ما فيش حياة علشان حضور الطاقة هو الفرق بين الموت والحياة الطاقة موجودة في كل شيء الطاقة موجودة في كل شيء في الحياة احنا كبني قدمين اساسنا اجسام طاقية يعني لو بصينا للترابيزة او الكرسي اللي انا قاعدة عليه او انا كلنا تكويننا واحد وهو الزرة يعني لو قلنا مثلا الكرسي عبارة عن ايه هو مجموعة من الزرات وكل زرة جواها نواية بتلف حواليها الكترون ونيترون وده بيولد لنا الطاقة الكهرومغناطسية وبينعكس لنا بصورة الكرسي اللي احنا شايفينه ده والطاقة احنا على فكرة بنقدر نستشعرها كلنا كلنا عندنا الاحساس بالطاقة يعني مثلا لما بندخل مكان فيه اماكن بنرتح لها وفيه اماكن ما بنرتح لهاش وكمان الاشخاص فيه اشخاص بنتعامل معاهم بيبقى فيه تناغم بيننا وبينهم وقبول وفيه اشخاص بيبقى فيه تنافر ما بنعرفش نتعامل معاهم نقول طاقتنا ما جاتش على بعض وكمان عندنا احنا كمان بنتواصل طاقيا وبيحصل معنا كلنا على فكرة ان احنا ممكن نفكر بحد نلاقيه بيكلمنا ممكن تحس ان انت هتشوف حد النهاردة تقابله فده احساس طاقي وممكن كمان بتحصل كتير مع الامهات ان هي ممكن تبقى في بلد وابنها في كرة تانية مش في بلد تانية ممكن تتقابد وتحس مثلا انه تعبان فيطلع ده صحيح هي حسيت وهي متواصلة معاه كلنا متصلين طاقيا بس للأسف احنا معظمنا ما بيصدقش احساسه كلنا ساعات بنحس احساسه نقول لا مش صح لا مرتحتش لفلان لا يمكن انا احساسي غلط لكن لا احساسنا اصدق ما فينا محتاجين ان احنا نصدقه علشان نفعل احساسنا ونمشي وراه علشان هو فعلا اصدق ما فينا الطاقة كمان ممكن نحسها في كل حياتنا وممكن احنا نستشعرها بمنتهى البساطة يعني فيه تدريبات كتير اللي مجربش نوع يستشعر الطاقة او يحس بيها فيه لها تدريبات كتير وفيه تدريب بسيط على فكرة احنا ممكن نعمله مع بعض دلوقتي يعني ممكن حتى اللي معايا في الستوديو واللي في الكنترول يعملوا معنا ويقولولي يحسوا بايه في الفاصل عندنا التدريب ده اول حاجة ما بنيجي نعمل اي حاجة طاقية بنفتح جسمنا فعشان بحطرين رجل على رجل او مربعين ادينا بنفتح جسمنا بنفتدي نتنفذ تنفذ سليم اللي هو شاهيك البطن بتاعلي زفير البطن بتدخل لجوه بنتنفذ وبنحط لسنة في سقف الحلق علشان هو التقاء مسارات الطاقة فبيخلي الطاقة تجري كويس في الجسم بس بنبتدي نسخن ادينا كده ونغمض عينينا ونعمل اللي هو الايه الكورة كورة الطاقة ونبتدي نحرك ادينا بالراحة جدا لمدة دقيقة مثلا انا طبعا يعني كل واحد هيستشعر الطاقة بزبزبات هيستشعر الطاقة بحيز حسب فيه ناس بتبقى الطاقة متفعالة عندهم وفيه ناس الطاقة بتبقى مش متفعالة عندهم فالتمرين ده رائع جدا ان احنا ممكن فعلا يفعلينا الطاقة اشان الحاجة اللي احنا ما بنستعملهاش بتضمر فممكن يفعلينا احساس الطاقة في ايدينا وفي جسمنا كله ويتطور لنا الادراك الحسي عندنا ملف الطاقة النهاردة معانا كبير جدا هنتكلم فيه ونتكلم في كل حاجة في الطاقة النهاردة بس نطلع فاصل ونرغاتي اشتركوا في القناة ولسه مكملين موضوعنا عن الطاقة ويترى ايه موضوع الجدل الكبير اللي على علم الطاقة موضوع الجدل ده بيرجع ان فيه فئة كبيرة جدا من الدكاترة والاطباء بيقولوا ان هما ما بيعترفوش بالاستشفاء الطاقي ليه علشان هو مالوش اي قصص علمية او تجارب معملية وانه لازم المريض يلتزم بالعلاجات والادوية اللي هو بيخدها لكن المؤيدين بيقولوا انه انه هما مش ضد ان المريض يلتزم بالعلاج اللي هو بياخده علشان اصلا العلاج حاجة والاستشفاء حاجة العلاج بيعالج العرض مش المرض لكن الاستشفاء بيشفي المسبب للعرض ده عشان كل مرض هو رد فعل لمسبب بيبقى ظروف مر بيها الانسان ومش بيشفى منه الا لو غير ظروفه او غير تفكيره يعني مثلا لو مريض كانسر سبب مرضه حالة نفسية او ظروف خليته في حالة نفسية لو المريض ده فضل ياخد كيمو او ادوية كتير على فكرة مش هيتعالج عشان المسبب موجود اللي هو الحالة النفسية علشان نتشافع محتاجين نتوازن جسديا وفكريا ومشاعريا لما بنحقق التوازن ده والتناغم ده بنبقى احنا كده في حالة شفاء وهو ده اللي بتسعى للطاقة عندنا كمان الجدل فيه جدل ديني كبير جدا لدرجة ان فيه كتير من رجال الدين ما بيعترفوش بعلم الطاقة وبيحرموه فيه بيكفروه وبيرجع كلامهم ده ان هما بيقولوا ان علم الطاقة اساسه الديانة البوذية والديانة الهندوسية لكن المؤيدين بيقولوا ان هو علم الطاقة ده جند من جنود الله وربنا سخروا للكون كله مش سخروا الفئة معينة عشان هما يهتموا بيه ويستفيدوا منه ولو هما طوروه وتعمقوا فيه وربطوه بمعتقدات ليه هم احنا نقدر نطوعه ونستعمله بما يناسب دينا عشان هو زي كل حاجة في الحياة حلالها حلال وحرامها حرام بترجع للنية والتفايل فاحنا ممكن نستفيد منه من طاقة ربنا ومن المنحة كبيرة لربنا من دهالنا دي ان احنا نستفيد بيها بعيد عن اي خلطة او اي معتقدات اخرى لناس تانيين وكمان عندنا في الدين والقرآن اساس كل العلوم واصول العلوم كلها في القرآن واصول العلم الطاقة في القرآن عندنا امثلة كتير لما ربنا صخر طاقة الرياح لسيدنا سليمان وكمان عندنا طاقة الصمت الصمت تلات ايام دي طاقة عظيمة جدا وكمان الرقية الشرعية الرقية الشرعية دي هي اساس الاستشفاء الطاقي يعني الروكية قالوهم إن هي لا بأس بيها لو هي ما فيها الشركة بالله زي ما كنا بنقول إن حتى الحاجات الهندوسية والبودية والحاجات دي إحنا نبعد عن الحاجات اللي فيها شركة فيها كلام ما يناسبناش بس في أصل الطاقة نلتزم به وحتى الرسول على فكرة رائع وده الصراط والسلام كان بيستعمل رؤية الشرعية إن هو كان بيحط إيده على مكان الألم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات وبعد كده يقول أعود بالله وقدراته من شر ما أجد وأحاضر وطبعا الرؤية دي شيء عظيم جدا لغاية دلوقتي إحنا بنستعمله مع ولادنا ومع أي حد تعبان وعلى فكرة بيخلي الهالة حوالينا حلوة جدا بيخليها نورانية إحنا موضوع بقى الهالة إحنا كل شخص فينا في الحياة عنده هالة حواليها هي دي عبارة عن مجات جهرومغناطسية هي اللي بتحميه وبتحصنه والهالة دي فيها بصمة كل شخص كل أعمالنا اللي بنعملها بيكون الهالة دي إنعكاس لها من صالح عمله اللي بيعمل أعمال صالحة بتبقى الهالة دي منورة حواليه هالة نورانية وبتفضل معنا لأخرتنا حتى ونورهم يسع بين أيديهم ولو حد ساء عمله بتفضل برضو معاه هالته اللي هي وأحاطت به خطيئته اللي هي الأقطاء بتاعته مغمأة الهالة حواليه وعندنا الله نوره السماواتي والأرضي ربنا هو مصدر الطاقة الكونية عشان كده الطاقة دي طاقة وعية طاقة بترفع وعينا وبتأثر فينا ومكان الطاقة بيبقى فوق شكرة تاج ونقدر نشوفها يعني بس هي محتاجة شوية تدريب في تدريب اللي هو الواحد يركز بصباح ويشوف الهالة عليه الأول يأما بنركز في شمعة تدريب الشمعة ده مهم جدا وبيقوي عندنا ان احنا نشوف الهالة عندنا كمان عندنا احنا كل شخص عنده سبع مراكز للطاقة أساسية سبع مراكز للطاقة دول وفيه كمان كتير فرعية بس هما الأساسين السبع هما الشكرات هو مراكز مسارات الطاقة في الجسم المراكز دي كل شكرة بتبقى مسؤولة عن كمان أعضاء تانية ولما بتبقى مفتوحة بتخلي الجسم كله تمشي فيه الطاقة وبتخلي كله بتبقى المناعة عالية وعندنا تمرين مهم جدا لتنشيط مسارات الطاقة اللي هي بنحرك كل المفاصل يعني مثلا اليد بنعملها الناحية دي تلات مرات وبالاتجاه ده تلات مرات الكتف المفصل القدم الوسط تمرين ده مهم جدا لو كلنا عملناه كل يوم عشان ننشط مسارات الطاقة عندنا طيب الطاقة اللي احنا بنتكلم عليها من أول الحلقة هو إيه اللي بتحكم فيها يعني إيه اللي ممكن يخلي طاقتنا إيجابية وإيه اللي بممكن يخلي طاقتنا سلبية الطاقة مصدرها الأفكار الأفكار هي اللي بتتحكم في طاقتنا اللي بنصدقه بنحس به ونشعر به وينعكس كمان على جسمنا إحنا نتيجة أفكارنا يعني وبتبقى لما بنفكر بفكرة سلبية ده بيصدر لنا طاقة سلبية ولما بنفكر بطاقة إيجابية بيصدر لنا كمان طاقة إيجابية عشان أنا بمجرد ما بفكر في الشيء باخد طاقته وبشعر بيها وبحس بيه وبينعكس كمان على جسمي مثلا لو إحنا عندنا دلوقتي مشكلة لو الشخص تفكيره تفكر إنه هو في حل المشكلة ده هيصدر له هيصدر له طاقة إيجابية عشان هو فكر بشكل إيجابي لكن لو الشخص فدل مركز في المشكلة وقاعد متعمق فيها ومش شايف حاجة تانية حواليه ده هيصدر له طاقة إيجابية طاقة سلبية علشان هو ركز في السلبي وإحنا عندنا عموماً الحياة كلها ما فيهاش سلبي مطلق ولا إيجابي مطلق يعني لو حاجة سلبية مطلقة هتبقى كمال في السلبية والكمال لله سبحانه وتعالى لكن إحنا عندنا هي كل شيء فكرة اليين واليانج إن كل حاجة فيها الإيجابي والسلبي بس إحنا حسب فكرنا إحنا اللي بنوجه طاقة فكرنا نفكر في إيه سواء الناحية الإيجابية أو الناحية السلبية لكل حاجة وهي طايماً بتبقى عندنا ما بيقول لنا بنقول إيه المنحة اللي في المحنة إن الواحد يشوف السلبية الإيجابية اللي في السلبية ويتعلم منا وكمان على فكرة أفكارنا ممكن تشفينا ممكن تمردنا يعني إيه؟ من خلال العلاج بالإيحاء وفكرة الإيحاء نفسها يعني العلاج بالإيحاء على فكرة مكتشف من زمان وتم فيه علاجات حالات كتير جداً وهو فرع من فروع الهيبنوزيس اللي هو تنوين بالإيحاء يعني الشخص مثلاً بنتحكم فيه بطاقته من خلال الأفكار اللي إحنا بنصدرها له يعني لو إحنا مثلاً دلوقتي في جائحة كورونا المنتشر دلوقتي لو شخص عمل التحليل وطلع إيجابي لو قلنا له أو حناله إن هو سلبي وإن الدور بسيط وإن هو عبارة عن دور برد على فكرة هيخف بحبتين باندول مش هيقعد يتعب وياخد الوقت اللي ممكن ياخده لو عارف العكس علشان إحنا عملنا إيه؟ صدرنا له فكرة إيجابية فعملت إن هي عملت له طاقة إيجابية الطاقة الإيجابية بتحيي الخلايا ولما الخلايا بتحيي المناعة بتزيد وعلى فكرة العكس صحيح لو إحنا حد مش مريض أو حناله إنت تعبان أو أخد نتيجة تحليل غلط مثلاً على فكرة بيمرض عشان منعته بتقل وبيضعف فالإحاق بيأثر فينا جداً وحتى على فكرة إحنا ممكن نوحي لنفسنا كمان يعني ممكن الواحد يفضل يقول أنا تعبان أنا شكل مال وأنا فيه إيه؟ بغاية ما يعي وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قال لا تمرضه فتمرضه ففعلاً إحنا مهم جداً إحنا ما نوحيش لنفسنا إحاقات سلبية وكمان عندنا أنا لو عندي في معتقدي وعندي فكرة في جمالي مقتنعة بيها أن أنا طاقة شخص سلبية تأثر علي هتأثر منها وهنا أنا بقصد كمان طاقة الحسد الحسد هو عبارة عن طاقة سلبية على فكرة وبمجرد أن أنا بحس أن طاقتي وليلة أنا بستقبل الطاقة دي وبتعب وبتظهر على نفسيتي وعلى جسمي علشان كده إحنا بنقوم الحسد بإيه؟ بالقرآن عشان طاقة الكرآن بتنور لنا هالتنا ومنبقى على يقين ساعتها إن إحنا نورنا هالتنا وإحنا طاقتنا أقوى فما فيش طاقة بتختاركها ولا بتأثر فينا مهم نركز على أفكارنا جدا إحنا ناتج أفكارنا ولسا مكملين في موضوع حلقتنا النهاردة هنعرف إزاي نقدر نشحن طاقتنا الإيجابية وإزاي نقدر نرفع منعاتنا طاقيا بس بعد الفاصل أول خطوة لشحن طاقتنا إيجابياً هي إن إحنا نوقف أفكارنا علشان إحنا بنهلك نفسنا بأفكارنا الأفكار اللي إحنا بنفضل نفكر نفكر ما بنوقفهاش دي على فكرة بتعمل موجات حوالينا حوالين الهالة وبتعمل درع ما بتخليش ولا الطاقة السلبية اللي جوانا تخرج ولا الطاقة الإيجابية تدخل لكن لما بنوقف أفكارنا فعلاً بيحصل تنظيم طاقي وبنقدر إن إحنا إذا في طاقة سلبية تخرج ويدخل مكانها طاقة إيجابية وطبعاً توقيف الأفكار والتأمل هو أساسه الصلاة الصلاة في كل الديانات أساسها إن إحنا بنوقف أفكارنا وبندخل في التأمل عشان نتصل بربنا ونشحن نفسنا طاقة عظيمة جداً عشان كده ربنا على فكرة خللنا خمس طلوات علشان نحن علشان نتصل بيه ونشحن نفسنا بأعظم طاقة ممكن نشحن نفسنا فيها ونكمل حياتنا بيها وعندنا كمان شحن طاقتنا كمان بنشحنه من خلال قرية الكرآن على فكرة طاقة الكرآن وكلامه كل حرف فيه لترددات عظيمة بتأثر على فكرة من خلال دراسات في كل خلية بجسمنا وليها تأثير بجد رائع وعظيم وده تم كمان إثباته ودراسته وفي عندنا نقطة كمان إحنا يمكن بنغفل عنها اللي هي أن إحنا قبل ما نطلع نروح أي مكان نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام أن إحنا نولي نحط وشنا ناحية الإبلاء ونطلع في أي مشوار إحنا رايحينه فبنشحن نفسنا طاقة إيجابية وده بيخلينا نجذب كل الطاقة الإيجابية اللي حوالينا دي أهم النقطة علشان أن نجذب طاقتنا علشان نجحن طاقتنا نجحن طاقتنا بالإيجابية طب إحنا إزاي ممكن نرفع بقى منعتنا الطاقية علشان نرفع منعتنا الطاقية أول حاجة لازم نتخلص من فكرة الخوف إننا نعرف سببها ونواجهها ونتعامل معها ونغير تفكيرنا فيها تاني نقطة إن إحنا نتنفس تنفس طاقي يرفع المناعة التنفس الطاقي اللي بيرفع المناعة اللي هي زي ما قلنا الشهيق بيبقى عميق البطن بترتفع زفير البطن بتدخل لجوه وبنطلع الزفير مهم جدا وإحنا بناخد النفس نبقى النفس كإننا بناخد طاقة إيجابية نور بتحل محل الطاقة السلبية ونطلع الطاقة السلبية في الزفير وكمان عندنا مهم جدا تفعيل نية الخير والعطاء والنفع وكمان نمتص طاقة الأرض إن إحنا نمشي حفين على الخضرة أو على الطين أو على الرمل ومية الملحة بتخلصنا من الطاقة السلبية وبتشحن لنا جسمنا طاقة إيجابية فضيعة وكمان الأكل المهم جدا الأكل الصحي الطاقي وده بيختلف عن الأكل الصحي العادي إنه هو طاقة فيه أكل فيه طاقة إحياء اللي هو ينفع يتزرع ويطلع تاني الخضروات والفواكة والبقليات وكل الحاجات دي وكمان نحيي طاقة الماء نحن نحطها بفخار حاجات مهمة كتير جدا لو اتبعناها نرفع طاقتنا وهنبقى منعتنا تعلى أهم حاجة علشان نتشافة ذاتياً نبقى مقتنعين ووثقين ومتأكدين إن جسمنا ربنا خلقوا فيه الداء والدواء ويقدر يتشافة ذاتياً أنا وإنت وإنتي كلنا الكنترول اللي بنفكر فيه بينعكس على حياتنا فياريت نحسن في أفكارنا حلقتنا النهاردة خلصت وبتمنى إن هي تكون عجبتكم ومفادتكم وإن شاء الله استنوني الإسبابة الجاي قبل نص ساعة من دلوقتي مع مفتاح جديد من المفاتيح الاستمتاع بالحياة سلام اشتركوا في القناة